تمنى وزير العدل المستشار عمر مروان اهتمام الرئيس السيسي بحماية الملكية الفكرية في إطار توجه الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 جاء ذلك في كلمة وزير العدل الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية سنة 1954 اتحط أول قانون في قانون جديد خالص صدر سنة 2002 برقم 82 سنة 2002 ده كان قانون شامل حدث من القانون الصدر سنة 1954 حاليا احنا بنعمل تعديل على هذا القانون ليواكب التطور الجديد في مسألة الملكية الفكرية وايضا معا مشروع قانون آخر بيوحد الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية دايما فيه ربط بين البحث العلمي والصناع ده دور منوط لأكاديميات البحث العلمي في جمهورية مصر العربية بعد ما بينتج من البحث العلمي تطور صناعي بيتقدم لمكتب براءات الاختراع لتسجيل براءات الاختراع عشان يحصل على ميزة تنافسية وده اللي الشركات الكبيرة كلها بتعمل عليه انه بعد ما بيطلع منتج تكنولوجي مطور بيتم حمايته ببراءات الاختراع عشان يقدر يحصل على ميزة تنافسية في الأسواق